اتكلمنا جدا التحدث عن مullet 취소 بالنسبة لكي تمرت عن الرفرول الافليات والكماسات والأساسي و اي شيء اقتمادها على زائر يعني هناك زائر كي تستخدم من جوجل ثم يجب ان يعمل اكشم معين لكي تستخدم من الركب يجب ان يشتري لكي يكسب من الافليات يجب ان يسجل أو يحمل شيء لكي تستخدم من الرفرول هذا الذي تكلمنا عنه في سلسلة كاملة تتكلم عن الرفريل ستظهر عنك بالوقتي في الآية الموجودة هنا انت بقى كمبتدئ ازاي تقدر تجيب الزائر المشكلة اللي كانت بتاعة قدامك في كل فيديو وبنزله يا ريان اوصل للزائر ازاي ازاي اقدر اجيب ناس تحمل الاداة دي ازاي اقدر اجيب ناس تسجل جوه الموقع ده ازاي اجيب ناس تقدر تخش على الموقع بتاعي تضغط على الاعلان ازاي اقدر اصلا اكسب وانا ما عنديش خبرة في جلب الزوار ده بقى موضوع حلقة النهاردة انا جايب لك النهاردة الموقع العبكري التنين الموقع الاسطورة التي تحتمت عليه بازن الله في كل الفيديوهات اشراح طائب لكده وفي كل الفيديوهات اللي اشراحها بعد كده بازن الله في موضوع الافليات بقى او الرفريل او السي باي بازن الله بفيه استراتيجيات قايمة على الموقع ده حرفيا انت كمبتدئ هتقدر تجيب زوار مستهدفين لجوجل ادسنس زوار مستهدفين للرفريل والافيديات وزوار مستهدفين للسي باي بطريقة خانونية باليوم في المية ومن غير ما تدفع ولا ربع جنيه مخروم او سنت واحد ما تنسوش تقولولي رأيكم في السي طب طبعا ده مش سي طب كامل لسه هنتطور فيه شوية ونتكلم عنه في اخر الفيديو عشان الناس اللي مش حابة نرغي كتير ما تنسوناش بعد اذنكم مندعمكم لايكاتكم والله بتفرق معايا جدا جدا اعملوا لايك للفيديو ده لو وصلتون الف لايك الليكو عليها هنزلكو بإذن الله جزئية تانية وتالتة وربعة وعشرة وستراتيجيات عن الموقع ده بالاخص وما تنساش لو انت عايز تشوف الحلقة دي قبل ما عاد نزولها بيوم كامل انك تشترك في قناة التليجرام هتلاقيها تحت في الوصف بنزل الحلقة على اليوتيوب قبلها بيوم قبل ما تكون عامة للناس كلها بتكون عامة للناس اللي موجودين على التليجرام فقط بعد اذنكم اشتركوا ويلا بينا من غير ما نتاول عليكم نشرح الفيديو النهاردة نبدأ على بركة الله موضوع الحلقة بتاعتنا زي ما قلت لكم هتلاقيه تحت فيه بإذن الله بلاي لست كاملة بتتكلم عن الربح من الرفرال بمعنى صح يعني كل الفيديوهات دي اصلا الفيديوهات اللي موجودة هنا دي وفيديوهات اللي قبل منها اعتمادها الاساسي على الموقع اللي احنا نشرحه النهاردة فيعني حرام ان انت تفوت فرصة زي دي وتسيبها وتجري على اي فيديو تاري او تسيبها خالص وما تسمعهاش لا بعد اذنك كمل الفيديو ده لانه حرفيا هيفيدك في الحتة دي بالأخص هنتكلم النهاردة فيه عجالة تمة عن الاسطورة موقع كورا ايه بقى موقع كورا ده موقع كورا جدا جدا في الويب العربي وال regions كان بقى مع عيدana اللغة دي لو انت هندي اسباني ايطالي فيومي اسكندراني والسعيدي كل اللهجات دي وكل الناس دي هتلاقي موجودة دي الموقع دي فكان برضو بالعربي في مواضيع بالعرب موجودة دي الموقع وبرضو المواضيع الغالبة هي المواضيع الاجنبية اوريه تجريح لك مثلا اضافة معينة فالربح من الرف vì DES باشرح لك حاجة معينة فالربح من إلافليل ما حاجة معينة في مستيبي ايه وتبقى محتاجة دولة معينة يعني انا محتاج مسلا يجيني من دولة معينة فانا ازاي اقدر اصلا اوصل للدولة دي وانا ما عنديش الامكانية ان انا اسوأ يعني هجيب من اين بقى الناس اللي موجودة دولة دي عشان تقدر تسجل بتجيبها من المكان اللي هم متواجدين فيه المكان ده فين في ناس مبتدئة زي وزيك وزي الناس كلها بتخش على الموقع المحترم ده اللي اسمه كورا وتدوس كده على تضيف سؤال السؤال ده ممكن مسلا what is the best way to earn money online مسلا ده سؤال مسلا ممكن هاي حد يكتبه جواه كورا خلاص لو دخلنا كده على كورا كتبني earn money online تمام دوسنا على انتر خلاص كده نعمل سرش هتلاقي قدامك كتير what is the best way to earn money online what is the easiest way to make money online how do i make money online كل دي اسئلة موجودة قدامك وناس عاملة فولو للسؤال نفسه تخيل يعني ناس عاملة فولو اصلا للسؤال اللي مكتوب نفسه فدي كلها كده اه اسئلة all types back questions and answers both profiles and topics ومش عارب ايه حد براحتك بس احنا زروا ده من دولايات كده زي ما انتشويفين اه مواضيع what is the best way to earn money online لو اخدت الكلمة دي وبحثت عنها في جوجل what is the best way to earn money online ونزلت تحت شوية هتلاقي عندك كورا فين كورا هتلاقي كورا موجود عندك هنا يعني سؤال حد كده عشوائي دخل على الموقع نزله السؤال ده اترانك في جوجل يعني لو حد كتب الكلمة دي what is the best way to earn money online وكورا هتلاقي وفي جوجل هتلاقي كورا ناصلة عندك كده ده مش كده وبس انت لو كتبت اي اسئلة تاني ممكن تلاقي اسئلة كورا مواضيع كورا اللي هي اسئلة اصلا مش مقالات طلعة طلعة في نتيجة اولى وتانية وتالتة وعشرة فدخال معي انت من غير مجهود اصلا في موضوع ان انت تتصدر في كلمة مفتاحة لا الكلمة المفتاحة متصدرة وجهزة اهه زي ما انت شايف قدامك كده لو دخلت عليها على سبيل المثال مسلا الموضوع ده what is the best way to earn money online هتلاقي ان عندك كام اربعة وعشرين بس تعليق اربعة وعشرين تعليق بس مكتوبين جوه يعني ده او بمعنى صحيح طبعا في اكتر من مئة انصر تقريبا المهم يعني زي ما انتم شايفين اه جوه السؤال حد دخل كده اه كتب سؤال بسيط جدا جدا اه بيقول what is the best way to earn money online الناس بقى دخلت ترد عليه واللي كتاب له مقال كامل زي الاخ اللي زهر قدان ده طبعا ده هندي طبيعي يعني الهنود هنا معترمين جدا جدا او منشستر يو كي ما علينا المهم هتلاقي قدامك هنا مسلا ده حد بيتكلم عن افضل طور الربح من انترنت ده ده تعليق ده حد داخل كتب تعليق جوه الموقع ما كتبش مقالة لا ده تعليق خده من اي حتة تاني رح خد المقالة كده كوبي من اي حتة تاني وجي هنا حطناها بيست وحط لينكات بتاعته ده موقع تاستينج ريفيو مسلا كيك هير هاتس اللينك بتاعه تعليق شوه تحت كده هتلاقي عندك هنا مسلا اه لو وقفنا كده على توله هنلاقي ان فيه لينك آآ ريفرال تحت خاص به آآ بعد منه سواك باكس هتلاقي برضو لينك ريفرال خاص به يو جوف مواقع المشهور جدا في العرب برضو نفس النظام هتلاقي لينك آآ فاليات خاص به شرا سيل ده لينك دايركت اللي مش لي اي آآ فاليات خلاص اللي كتبه ده يعني كم كم حاجة كده بس سبعة تعليق من بس وقد حاطت فيها لينكات هو الخاصة جاء تلتمية وتلاتين وطالع كبست انسر بست انسر يعني اول اجابة هتظهر للناس يعني كل الناس اللي بتخش على الموضوع ده من جوجل ومن جوه الموقع نفسه بتلاقي المقار الاول ده قدامها وبتخش على اللينكات دي وبتروح كده آآ ببساطة شديدة تسجل فيه المواقع دي وهو اكسب آآ يعني مجرد بس ما دخل ساعد الناس آآ في الموضوع ده رد على حد كان بيسأل على الموضوع ده وزي ما تشاه فيه الموضوع في ايده خرفيا خلاص لو زلت تحت شوناتين هتلاقي فيه برضو ناس كتيرة بتكتب هنا كده تعليقات آآ يعني فيه واحد واخد كوبي بيست كده من المدونة مسلا ولا حاجة وكانت نهاله يعني حاطط له برضو زي ما تشاه فيه كده خلاص مش عارف ايه ده كويس في ايه ده كويس في انت تلمي بتاعك آآ حلو جدا جدا انت تبني اصلا بتاعك انا جاء النهار ده بس آآ اديك فكرة عامة يعني ايه فكرة عامة يعني فكرة كده موسعة عن الموقع نفسه ولكن الاستراتيجيات بازن الله جاية جاية وصلوا بس الفيديو ده لالف لايك عشان ننزل لكم الاستراتيجيات اول با اول زي ما انتم شايفين برضو بنزل لينكات هنا زي ما انتم شايفين كده لينك آآ ريفرال خاص بي اهو وادي كمان لينك ريفرال خاص بيه كمل كمان هتلاقي لينكات ريفرال كتيرة جدا 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 جوا الموقع وفيه طبعا اللي بينزل مواضيع آآ من جوا المدونة فدي الفكرة انت عندك مدونة اجنبية عايز لها زوار بتخش على كورة تدور على التوبيك التوبيك اللي هو ايه مسلا انت بتتكلم في الصحة فهتكتب هنا كلمة بتتكلم في الربح ان انت فتكتب كده كلمة الربح ان انت مت بتتكلمش عايز في السيو خلي مسلا ارجع كده للهوم عندي يعني هنا خاصة بالسيو خاصة بالانترنت دور كده يا باشي على الحاجات اللي انت آآ مهتم بيها والموقع بتدعك شغال فيها وابدأ اعمل لها فولوينج وشوف كده الاسئلة اللي بتنزل بدوها منها وابدأ ارد على الناس رد مقنع وبلاش تستخدم اللينكات من اول اسبوع من اول يوم ليك انت ما تبقاش ازكى من الناس دي ما تخشش كده على طول من اول يوم تخط اللينكات بتاعتك وترميها لأ ركز بالله عليك احنا عايزين اطول مدة ممكنة احنا داخلين دي ساعد نالين من الناس تعمل لنا فولو على الاكاونت بتاعنا جمع موقع كورة لما الناس تعمل لنا فولو السيقة بتاعتنا تعليق احنا لما يكون عندنا اتلاتة وعوشين انا ما عملتش حاجة يعني حرفيا انا حرفيا يعني زي ما نشوفين كده انا ما كتبتش اي حاجة خالص بس في عندي تلاتة وعشرين خلاص خلاص ليه انا فيه اتنين انصار في تاتا كوسم نازل تات اسئلة وبرادة مرتين فدي حاجة كويسة يعني فانت لما تبني نفسك زي ده كده كويس الناس تخش تشوف الاسئلة بتاعتك ترد عليها يعني مسلا لو دخلنا على سؤال زي مسلا السؤال ده اللي تجاوب عليه من الاخ الامريكي ده واليو كي ده ودخلنا كده على بريستون آآ دانيل تمام هتلاقي عندك ان بريستون ده تقريبا كده عنده واحد وسبعين انصر اربعة كوستشنز تلتمائة وتمانتاشر فولورز يعني في تلتمائة وتمانتاشر واحد عم دله فولو وده كويس بالنسباله آآ يعني المحتوى بتاعه شافه تقريبا اربعمائة الف واحد تخيل اربعمائة الف واحد دخل وشافه الاسئلة بتاعته الرد بتاعه الانصرز بتاعته فدي يعني ده حاجة كويسة جدا 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 خلي بالك لو انت تشتغل على موقع زي ده انا عايزك تفهم انا عايزك تفهم موقع زي ده ما تخشش تجرب وخلاص لا انا بازن الله هنزللك زي ما قلنا آآ كام استراتيجية كده محترمة يعني في عجالة تمة للناس المبتدية قال له دول ده انا ما فهمتش انا هعمل ايه لا انت تخش يا باشا احنا تكلمنا مسلا عن آآ لكل تسجيلة مسلا في موضوع الاخر فيديو يعني مسلا او الموقع اللي قبل منه او مسلا اضافة من الاضافات اللي بتتسجل او بتتسطب على المتصفح بداخل منها خش يا بس كده مسلا اكتب على موقع كهورة زي ما انا كنت كذب كده آآ من شوية خليها مسلا كده وابدأ ان انا اخش على الاسئلة كلها اللي ظهر قدامي دي وابدأ كده اصغل لهم رد محترم جدا جدا ازاي تكسب من الطريقة دي وابدأ اسرد له اكتب له اجيب له كده يا سيدي كان فقرة مكتوبين في موقع انا مش اكتب منها في سلاح عجيب كان فقرة مكتوبة من موقع تاني كوبي وحطها واجي في الاخر حط اللينك بتاع بس الطريقة كده بالشياكة عشان آآ ما يحسش ان انا داخل استغله او الناس طبعا دي فهمة يعني حفويا في كتير فاهم في يعني والحد بقت ده كده من موضوع بتاعنا فبإذن الله الحالات اللي جاية هتبقى معتمدة بقى على الفيديو ده يعني البيز بتاع الحلقة اللي بتاع تبقى الفيديو ده يعني شهتكلم مش هجا اقول لك والله الموقع ده بيعمل ايه وبيساوي ايه وتيشرح ازاي لان انا شرحتها خلاص هافهم الفيديو ده كويس آآ اتقنوا ودور على كورة برا وبإذن الله سمعنوا الاستراتيجات اللي جاية بتتكلم عن كورة آآ كان معاكم محمد ريان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة